موسيقى 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 والله يعين نشوف حنا الفريق الأزرق ماذا محضرين معانا اليوم مشرفهم يعني هذه المشكلة لأنه من المشرف يتأخر يضيع الفريق ويسير عندنا مشكلة أول فصل معليش فنشوف الحين مجهزين لنا طيب العافية راجع معهم عن موضوعهم الين يجي مشرفهم الله يعيني سلام عليكم كيف حالكم شباب معليش مشرفكم مجهز صح ايه اول يوم ما فيه اول يوم حنا لنسبوع ومعاد عندنا اول يوم كل يوم بتقول طيب انتو مجهزين محضرين اليوم مع موضوعكم ايه عن اصدقاء يلا وش الوضع يلا قول طبعا لا بس ما بغلت تكلم المشاركة حكتك بس جاهز ايه خلي المشاركة لما يبدأ الإذاعة عشان ما نحرق مشاركاتكم لا كل واحد يجهز مايك عنده يا سلام ممتاز احنا الصداقة بعطيكم أشياء كثيرة عن الصداقة زين الصداقة هي دائما هي سلاح ذو حدين يا صديق يجيكم ايجابي يقدم لكم أشياء كثيرة ويعينكم يصير مثل الأخ وأكثر من الأخ وحيانا الصديق السو انه يكون صديق السو يقدم لك أشياء الشر احنا لازم يكون عندنا همة عالية ان احنا نحافظ على الصداقة انا بعتكم باسم ووضيع مهمة وأنتم حين لما يجي مشرفكم ان شاء الله وما يجأ بدين احنا وياكم خمسة بنبدأ احنا مع إذاعة وفمي عطيم العافية شريكنا فنركز على الصداقة يا شباب نتكلم عن خلنا نقول كيف الصديق كيف اليوم أنتم اليوم يعني أكبر مثال في الصداقة انتم اليوم في المدرسة سباح تقدرون كمان طبقون موضوع أو عنوان الصداقة برضو احنا عندنا تفاصيل كثيرة يعني مثلا عسي مثال لما نبدأ احنا وياكم إذاعة كل واحد يرفع يدي يسمح لك المنشرف فتكلم تمام احنا بتكون معنا على الإذاعة شو اسمك فوازي فواز ودعاني ما نبغى استهبال تمام ايه ما نبغى يعني الواحد خلاص انت تطلع هين على اليوم فيهم يسمعونك الناس كلهم والإذاعة طالع تمام يسمعونك الناس محترمين أكثر ايه يعني شوفوا ركزوا معنا حينا نبدأ معكم الإذاعة الإذاعة اللي كانت في الأسبوع تمهيدي ما تعتبر فيها نقاط حنا اليوم بنحسم النقاط عليكم والله إذاعة كويسة الناس بتصوت لكم بتحبكم بيزيد عندك التصويت بيصير عندك نقاط كثيرة سؤال تفضل في خصم للإذاعة طبعا كل شي في خصم وكل شي فيه يعني زيادة وأنا اعتذر صراحة لا أريد أن يقصم على أحد لكن اليوم حنا أمس قلنا نطبق الموضوع أنه لازم نصير لجي بدري صح؟ أنتم ما قصت جيتوا بدري لكن مشرفكم اليوم تأخر فمعناتها بتكون من رصيدكم فحاولوا إيه؟ فحاولوا اليوم يعني بس كده تعطوني مشرفكم شوي تفاصيل أنه ترها الحين خمسين نقطة عنده أتوقع بتصير عليه خصم هو يعني عنده خمسين نقطة حين بتخصم عليه شيء ممتاز؟ يعني صار عنده الآن ثلاثة واربعين نقطة خصم عليه ثلاثة نقطة حق التأخير سبعة أه عفوا سبعة ما عليش حلو كويسين بريضيات تمام يا شباب؟ ها يالله كيف في التسعيدات؟ طلعتوا قبل في إذاعة أو ما طلعتوا؟ أنا قلت طلعتوا ما طلعتوا أنا كتير في هنا هنا قصلي في البدرة السلاحة ما طلعتوا يالله كويس حلو أنكم وانتم اليوم سمعتوا كل خلنا نقول الفصول وشا قاعدين يقولون بالإذاعة اليوم أنتم دوركم تمام؟ طيب بسألكم بقى قلاة صفر ما سمعنا تسمع إن شاء الله حلو بقى قلاة صفر ختام البداية مسك صح و الختامها دائما مسك مع مين؟ معنا فريق لازرق يا سلام عليكم والله العظيم ما أقولكم شيء أنتم فريق مرة عظيم وجميلين ما شاء الله ومبدعين يعني شوفوا جايين وحاضرين ومجهزين تقولون زي اللي قاعدة تقولون كلنا نحن مدران أنفسنا فاهنيكم وهو منقص طبعا في مشرفكم محمد يغطي العافية بس أكيد عنده ظرف ولا عنده شيء لكن إن شاء الله بإذن الله نشوفكم في الجاي أنتم متصدرين الأول إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بقولكم أمس بعد ما سمعتوا الدرجات كيف كان ضدت فعلكم في خصم في زيادة كيف؟ حماسية الله صديق متحمس للزيادة بس الخصم يعني هناك حماسة حين صار صار فيه كنترول لواحد صار محسوب عليه الكلمة محسوب عليه المشاركة محسوب عليه كل شيء ماذا تفضل مشاركة؟ طبعا أنا في الأسبوع الأول ما اشتعل حماسي كامل أنا أنتظر أحد يشاهل حماسي من يوم ذكرت الخصم أنا اشتعلت حماسي هنا ومعشان الخصم علشان أعرف أن هنا في منافسة قوية فيه اللي يخصم منه فيه اللي يزيد ونحن نطوح المركز الأول إن شاء الله نشوف ممكن تفوزوا بمركز الأول إن شاء الله أحد من فريقكم يفوز حنا اليوم أني بيشوف على ستين يوم كيف الأداء لكل فصل وكيف التفاصيل بنعيش تفضل نقول ايه 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 مرقوية يوم سمعت أن فيه خصم ايه منافسة قوية بين الفرق ايه ما فيه ما فيه ايه ما فيه ما نحرك كرسي ما نحرك كرسي بلدان الجدية خلاص حلو فواز مو ملاهيتر ها ركز بلدان الجدية منصر جدية يا سلام اسبوع مزح مزحنا لعبنا فلناها ما تلاحظون كده فيه شخصيات تغيرت عليكم شفته شديد يعني شفته شديد يعني شفته أحد غيره غير النظرة كده بس ما تغير ها؟ ما تغير بس بس الله يطول بعبرك بس في الدرجات أنا ما عندي لازم إني إيش أنا اليوم مؤتمن هنا الخصم موجود والزيادة موجودة والله العظيم اللي بيستحق زيادة والله هي ممكن اليوم نعطيكم زيادة ترى حتى لو الفريق كويس يعني عشان نكون معكم صادقين حتى لو الفريق كويس وأدى كويس ممكن حنا نتغاضع عن مثلا خصم المشرف أنتم ممكن إن شاء الله أنكم تشفعونها إن شاء الله يعني طبعا خلنا نقول توجيهات الإدارة إذا ما عندهم مشكلة في هذا الموضوع تفضل قولي يلا عمسوا شرايك في المود بعد الخصم والدرجات أول قبل الخصم هذا وذا ما يمكن ما كنا ملتزين بعد ما دوينا أنه في خصم ريمان قلت أنت مش وفي زيادة صلنا بنلتزمية بنهية يسا حلو بتلتزم بتجهز مشاركات إن شاء الله كله يلتزم مين أريد أن يصبح عريف فيكم هنا؟ حلو حلو شاري قد صار عريف وجرب هذا معانات معانات غريب ما رفعت يدك يا مشاري أنا ما طمحة أكون عريف أنا بس إذا أقول أنا إذا كنت عريف إن شاء الله أني أقدم أفضل ما عندي أنا مرة أقول لأحد يصوت لي أو في الانتخابات لكن إذا أحد قال لي مشاري والله أريد أن تصبح عريف كذا أنا بحاول أطلع كل جهدي بس بعلمك شيء مشاري أو الشباب اللي موجدين معنا لازم اللي يبي يصير عريف لازم يصير ذكي ويقدم مشاريع يعني على سبيل المثال متى سنبدأ اختيار العريف كل واحد فيكم في البيت يجهز له مشروع أنتم ما شاء الله عليكم كل واحد مع الجوال أتوقع تخلون سوشال ميديا أكثر من حياتكم صح أو لا؟ صح فابحثوا مشروع تعاملوا مع الشاتد الجي تي بي تعاملوا مع الذكار الصناعي ترى الذكار الصناعي الحين الآية الذكار الصناعي تكتب له اكتب لي فكرة يكتب لك فكرة يساعدك في حل الفكرة صح صح هذه ترى نصيح لكم أنتم تعامل مع الذكار الصناعي خلي يكتب لك فكرة يكتب لكم محتوى كيف بتسوي اكتب لها أنا بصير عريف وش الأساسيات اللي أنا نسويها بيعطيك هو أساسيات كثيرة صح مو بالغوغل لا شاء تعرفتوها عارف عنت تطبيقات بس هي أكثر ذكار الصناعي أبعطيكم أنا الرابط حقه ودخلوا عليها شوفوها تمام؟ تعلم كيف اليوم ممكن تسوي عندك مهارات تعال اليوم فرقة ووقت فرقة لما تطلع معنا في وقت التصويت تقولوا أنا أبغل أصير عريف ليش تبقى تصير عريف يا مشاري ولا يا فواز ولا مثلا بعجان ولا الخثران ولا شو اسمك؟ خالد ليش تبقى تصير عريف؟ والله أنا أبغل أصير عريف أنا أجهز لكم ثلاث مشاريع المشروع الأول أنا أبغل أسوي مبادرة في المدرسة هنا أبغل أعلق لوحات توعوية للمدرسة تمام؟ مثلا أبغل أسوي مبادرة مع الشباب اليوم نحنا نطور السور حق المدرسة أنتم تشوفون هناك نحنا نفتحي لكم مساحة في المدرسة ممكن هنا تزرعون صح؟ في حلول لكن ممكن نحنا نسوي نبتات داخل الأسياب مثلا نسوي عمل فنية نبغل نسوي مثلا رحلة عن الوطن مثلا أنا أغل أشياء شكرا لكينا عشان نستفيدون نستفيدون اليوم من هذا الكلام بكرة كل واحد يجي عنده ويكتب ما مقر حل نستفيد يعني؟ أي فهي الفكرة أن كل واحد يجهز فيكم التفاصيل هذه عشان بكرة إن شاء الله يعني التفاصيل كاملة خليكم إحين تراجعون خمس دقائق خليكم مع بعض عشان نبدأ هنا وإياكم موضوعنا عن الصداقة مع إذاعة يوفم شريكنا المميز إن شاء الله خليكم خمس دقائق راجعوا مع بعض بدون أكشن أنا بشوفكم ترى ها؟ نعم اقروا هذه راجعوا مع بعض ما تتكلمون؟ خلوا في حوار بينكم كل واحد يساعد الثاني فرحوا له واحد يعطي معلومة والثاني يعطي معلومة زين كلها ولك من العربي شباب مفقين يلا 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 مفقين يلا يلاreich ، Lionel يلا